اشتركوا في القناة حلقتنا النهاردة بإذن الله تعالى هنفتح على سمك الفيسيخ والحلقة إن شاء الله النهاردة هنتعرف فيها إزاي أحفظ سمك الفيسيخ لو نضفته ختم منها الكمية اللي احنا نستخدمها وفيه عندي كمية متبقية إزاي بإذن الله تعالى نحفظها فترة طويلة في الفريزر ولو عندي السمكة سليمة هشتلها إزاي ونحفظها فترة طويلة بإذن الله كنا عملنا في القناة أكتر من فيديو عن صنع سمك الفيسيخ وشفنا المراحل والخطوات لحد ما طلعنا المنتج بفضل الله على أعلى درجة من الجودة الجودة لسمك الفيسيخ سهلة جدا وبسيطة جدا إزاي أحصل عليها إن احنا بنلتزم بالمأدير والخطوات وكمان زائد المأدير والخطوات طريق تغليف السمكة الفيسيخ لحد ما يعدي العمر الافتراضي بإذن الله تعالى لي تخليلها وفضل الله بنحصل على سمكة على أعلى درجة من الجودة احنا هنا فتحنا سمكة الفيسيخ وقلنا شرط أساسي لصنع سمكة الفيسيخ الملح الخشن لو عندي الملح الخشن وما عنديش الكركم الأدفات اللي احنا بنضيفها أو الشطة بفيش أي مشكلة أهم حاجة الملح الخشن ما ينفعش الملح النعم الملح الخشن بيديلي للسمكة خصائص زي ما احنا شايفينها قدامنا بيخلي اللون الأحمر متدرج الوردي في الفيلي بتاع السمكة الداخلية متدرج زي ما احنا شايفين بيخلي اللحم بتاع السمكة الداخلية متماسك قطع واحدة الفيلي قطع واحدة ممكن بإذن الله أقدر أفصله بسكين ورفيعة معلقة بشوكة سهل جدا نفصله عن الجلد بيحفزلي على السمكة فترة طويلة يعنى انا لو انا خدت الكمية اللي احنا هناكلها هيحفزلي على الكمية الباقية فترة طويلة ما فيش ريحة ما بتبقاش السمكة طرية ما بتبقاش مهرية الجلد كمان بيبقاش بيكون متماسك جدا مش مهري سهل جدا زي ما قلنا ان انا افصل فيلي السمكة عن الجلد بإذن الله تعالى زي ما قلنا حنا هنتعرف في الحلقة ان شاء الله على الخصائص دي وهنتعرف بإذن الله تعالى لو أنا عايزة أحفظه سليم يعني أنا ممكن أعمله أحفظه سليم لحد ما أبدأ أستخدم منه الكملة أن أستخدمه عملته وفي حبيت أن أنا نظفه وعايزة أحفظه متنظف إيه الخطوات اللي هنعملها إن شاء الله عايزين أكد أن خطوات حفظه بعد تخليله لا تقل أهمية عن خطوات تصنيعه يعني أنا مشي خطوة خطوة كل خطوة بمشي بيها بلتزم بخطوات سبتة بتنجح للخطوة اللي بعديها بتنجح للمنتج بإذن الله تعالى في الشكل النهائي زي ما احنا شايفين قلنا طبعا تخليله سهل جدا ومفيد جدا جدا للصحة العامة بيرفع لي كفاءة المناعة عارفين كلنا أن الأسماك على درجة عالية جدا من الجودة بترفع لي كفاءة الكبد والمناعة لكن نكون حذرين في الأسماك المملحة بتكون كمية الملح كبيرة فبناشتوفها كويس جدا زي الفسيخ زي السردين بنتخلص من الملح الزائد لأن الملح الخشي بتبقى درجة الملحة أعلى من الملح العادي اللي احنا بنستخدمه فبنشوفه كويس جدا جدا لحد ما يوصل المزاك اللي احنا بنا تقبل من الفوائد الجديدة اللي بحي تعرف عليها على الأسماك المملحة أو المتخللة إن هي بترفع لي كفاءة الهدوء النفسي للإنسان بيخلي الإنسان في درجة عالية جدا من الهدوء بإضافة كل الإضافات الفيتامينات والمعادن اللي بترفع لكفاءة المناعة برضو بيلعب لي دور في الحالة النفسية للإنسان فطبعا مهمة جدا هنا نتناول الأسماك سواء الطازة أو المملحة لكن اللي بيعاني من أي مشكلة صحية طبعا ربنا يشفيه ويعفيه وبيتجنب الملح سواء اللي عندهم ضغط أو أي شكوى من الأملح هنبدأ في الخطوة الجاية بإذن الله تعالى هنتعرف إزاي نحفظ السمك لو أنا حبيت أشيله متنظف زي ما احنا شايفين قدامنا وبرضو الخطوة اللي بعادية هنتعرف إزاي أحفظه لو السمكة سليم تعالوا مع بعض للخطوة الجاية بإذن الله نتعرف على طرق حفظ السمك الفيسيخ بعد التخليق تعالوا مع بعض للخطوة الجاية إن شاء الله ورجعنا مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم في الفقرة دي هنتعرف مع بعض إزاي إن شاء الله نحتفظ بسمك الفيسيخ في التلاجة أو نحفظه في رف التلاجة العادي أو في الفريزة إحنا عارفين إن سمك البوري بيحتوي علي كمية كبيرة جدا من الدون أنا نضفته بجيبه بشيل الكشور الخارجية بفتحه بشيل الأحشاء بندضفه كويس جدا جدا طبعا سمك البوري إحنا مخللينه بالملح بس أنا عن أصلية نفسي يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ما بستخدمش كمية ملح كبيرة من نصف كيلو كيلو لرب كان الحياء في المعقول بالنسبة لنا فيه ناس بتحب تزويد كمية الملح أو بتحب تقللها ده حسب الزوء الشخصي لو أنا عندي كمية الملح كتيرة بعد ما بخسله كويس جدا وبسيبه الصفة بنقعه من عشر دقايق لربع ساعة في المياه لحد ما نزلي المياه خلاص نزلته بقى من المياه وخلاص هستخدمه للاستخدام للأكل عندي بقى طريقتين بحدد بإذن الله تعالى من البداية الكمية لنا هاكلها بحط لها الزيت والخل واللمون المعملات بقى الطبيعية اللي احنا بناكل بها الأسماك المملح لو أنا بقى هشيل الكمية أنا نظفت الكمية في ناس بتحب تعمل السمك الفيسر بتخلله وعايز تشيله متنظف بالشكل اللي احنا شايفينه ده خلاص أنا بحدد الكمية اللي أنا هاكلها باجي بقى الكمية اللي أنا مشاكلها عندي خطوتين لحفزها الخطوة الأولى اللي أنا هحفظها فيها بإذن الله يا إما حطها في كيس نيلون وأبدأ أحطها في فوق بعضية ولفها كويس جدا جدا في كذا كيس والستريتش زي حكاية المعاملة اللي احنا قلنا عليها للسمكة السليم وبقى لفها كويس جدا وحطها في شنطة وفي الفريزر عشان أنا عندي في الفريزر حاجات ما تبدأش تلقوط لسمك الفيسر مع ملحوزة ان السمك الفيسر اللي احنا بفضل اللي عملناها بالخطوات دي وبالطريقة دي ملوش أي ريحة عايزين نقول ان السمكة الرنجة العادية اللي احنا بنشتريها اللي هي ريحة تموسة صغل عادية بباليها ريحة عن سمك الفيسر اللي احنا عملينه بفضل الله ده بيرجع لإيه للملحة الخشية اللي احنا استخدمناه طيب طريقة تانية بجيبه لأزاز نديفه معقمة أو برطة ما نديفه معقم بحطه برصه فوق بعضه وببدأ غطيه بالزيت حوالي اتنين سنتي زيادة الزيت دون والله هيغطيه لاتنين سنتي زيادة دي مادة حفزة طبيعية هنا ما بحطش خل ما بحطش لمون الزيت فقط لغير في الحالة دي بحطه على رف التلاجة بيعيش بإذن الله تعالى من السنة للسنة طبعا هو الحاجات دي مش هتعيش بإذن الله من السنة للسنة احنا هنقولها طبعا بإذن الله تعالى لكن احنا بندي بإذن الله عمر افترادي اطول مشينا خطواتنا صح في بداية التمليح مشينا خطواتنا صح في بداية ان احنا هنحتفظ به فانا احنا بندي عمر افتراضي يعني انا الفسيخ اللي انا عملته في الفيديوهات اللي فاتت لأ عد اكتر من سنة بإذن لو طلع على اعلى درجة من الجود دي الطرق اللي احنا عملناها لحفظ الفسيخ لما نفتحه هنبدأ بقى نتكلم على حفظه لما انا كوي ونسالين بإذن الله تعالى ازاي احفظه احنا قلنا بنأكدنا لو انا السمكة السليمة زي ما احنا شايفنا زي ما قلنا بأكد تاني بالملح بالكوركم بالمكونات بتاعتها ما بخسلهاش ما بجيبش عليها نقطة مية بحطها في الكياس الكياس هنا عندي بطل اساسي ومهم ومحوري في عملية الحفظ سواء بركز لما بيكون نية او بالشكل دول لكن اللي انا زي ما قلنا في الفقرة اللي فاتت اللي هو متنظف ده انا بحطه في كياس وبغلفه كويس جدا عشان هشيله في الفريزر الفريزر ما يلقط ليش ريحة الفيسيخ او الريحة ما تبقاش تعمل لي على اي لابن اي حاجة حطها في الفريزر لكن هنا بقى المهمة عندي برضو السمكة سليمة لسه ما فتحتهاش يبقى انا هنا مخسلهاش بملحها بالكوركم بالفلفل الشطة اللي احنا عطينه او الشطة المطهون بحط في الكياس بقى بقى جيب بقى ست سبعة تمن تسعة تكياس لكل سمكية احنا هنا بنفضل نحط كل سمكية لو انا عايز احط كمية السمك كلها مع بعضها دي بتبقى رغبة شخصية لكن انا بفضل سمكية سمكية اللي بغلفها كويس جدا جدا ببقى احطها في الفريزر بسحب السمكية وببدأ بقى نظفها وعملها معاملة للأكل لكن لو انا اه هحط الكمية كلها مع بعضها هطلعه هيفك واخد الواحدة لا يبقى احنا هنا بنحتفظ بالسمك اه سمكية سمكية زي ما احنا شايفين قدر بقى لك ازا ما قلنا بقى خرج منها الهوى كويس جدا جدا كل سمكية في كيس في اتنين في تلاتة زي حكاية التخليل بالزبط بحط السمكية زي ما احنا شايفين راس السمكية داخل الكيس المرة التانية بحطها بخلف الكيس الشمال ويمين مرة تحت ومرة فوق لحد ما خلص كمية السمك وغلفها كويس جدا يجي لي بقى عملية بغلفه بالستريتش زي ما احنا شايفين اهو زي ما احنا شايفين قدامنا انا غلفت السمك مرحلة التغليف دي عايزين نقول لا تقل اهمية عن الخطوات التانية انا كده هحفظه فانا عايز احفظه بطريقة تديني درجة عالية باذن الله من الجودة احنا هنا حطين اكتر من كيس زي ما احنا شايفين خلف خلاف مرة الراس ومرة الدين مرة الراس ومرة الدين كل مرة بأكد نخرج الهوى كل ما نخرج الهوى يديني خليلي السمكة تحتفظ بالكمية الملح والحاجات الموجودة فيها طب انا ليه ما غسلتش السمكة وخلتها زي ما هي كده انا عندي السمكة لما انا بحفظ بها عايزة المعامل الملح والمكونات اللي انا كانت شرط اساسي في تخليل السمكة تبدأ السمكة تحتفظ بها عايزة اقول ايه الجو العام لتمليح السمكة تحتفظ بها في الفريزر اطلحها برضو هشتفها واخسلها ونعملها معاملة الاكل عادي زي ما احنا قلنا برضو ينفع من الطريقة دي ان انا انضفها واخرجها واشلها برضو زي الخطوة اللي فاتت يعني ان انا نفترض انها شلها سليمة كده هطلحها نظفة برضو ممكن احطها في زيت محطش خلي ولمون بنأكد حفظها وهي متنظفة مفيش خلي ولمون بنحطها بالزيت بس حوالي 2 سنتي زيادة على رف التلاجة اللي في برطمان او في بولا ازاز او في علبة بلاش البلاستيك لان فيها ملح والحاجات دي بتتفاعل وبعدين برضو حمدية بتتفاعل مع البلاستيك الافضل الحاجات الازاز او فخور وعملها بالستريتش وغطيها واصبها فترة طويلة في التلاجة زي ما قلنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن تجربة على رف التلاجة بتعود عندي من السنة للسنة التغليف مهم ليه لاني بيحفظ لي على ليونة السمكة لو انا سبتها او التغليف عندي فيه تأثير حملت مثلا كسين او تلاتة وكتفت لا بحط ست سبعة كياس لكل سمكة تغليف مهم بيحفظ لي على الجو الرطوبة اللي بيخليلي السمكة ليينة لكن لو انا حطيت كيس او اتنين وكتفت به هلاقي السمكة تبدأ عندي مش هيكون الشكل المستصاغ او الطعم المستصاغ اللي احنا بنعمله للسمكة اهم حاجة عندي ان احنا بنمشي الخطوات صح وبنعمل الخطوات صح بتطلع لي النتيجة على اعلى درجة من الجودة اهمية الاسماك المملحة لا تقل زي ما قلنا في البداية عن اهمية الاسماك التزاجة قلنا انها بتزود لي الطاقة الايجابية للانسان بيتبقى عنده الراحة النفسية على درجة عالية جدا ربنا متعنا جميعا بيها السعادة الهدوء وراحة البال وده اللي احنا بننشده باذن الله تعالى زي ما شفنا خطواتنا كانت سهلة جدا وبسيطة جدا خللنا السمك في القناة الاكتر من فيديو زي ما قلنا نقدر نشوفه في قوام التشغيل بعد ما خللنا السمك احنا هنا نرضى تعرفنا زينا احافظ على السمكة احتفظ بيها فترة طويلة في التلاجة سواء زي ما احنا شايفين لفنا بالستريتش او لو انا نضفتها وحطتها عندي طريقتين اشلها كده زي ما احنا شايفين او انضفها وحطتها في زي الاختيارات متعددة ومتنوعة والحد ان شاء الله ما نتقابل في منتج جديد استودعكم الله لازل تضيع وضيعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة